أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن تقديره لدور مصر وموقفها المتطابق مع موقف الشعب الفلسطيني ومقاومته برفض وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود مصر مع قطع غزة وإفشال مخطط تهجير الشعب الفلسطيني أكدنا هنية على تقديره لدور مصر وقت عرف السعي للتوصل لاتفاقي وقف إطلاق النار في غزة عن طريق إنهاء العدوان الإسرائيلي كما لفت رئيس المكتب السياسي لحماس إلى أن الحركة تقوم بدراسة مقترح لوقف إطلاق النار طلقته بعد اجتماع باريس مؤكدا أنه سيزور القاهرة لبحث هذا المقترح نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول كبير بحماس قوله إن مقترح باريس لوقف إطلاق النار يجتمل على ثلاث مراحل أوضح مسؤول حماس أن المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن المدنيين مثل النساء والأطفال والشيوخ والمرضى في حين تشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح كل المجندين والمجندات مشيرا إلى أن عدد المحتجزين المطلوب من الجانب الفلسطيني الإفراج عنهم لم يتحدد وأن المسألة مطروكة لعملية التفاوض وأشارت رويترز إلى أن تصريحات مسؤول حماس توضحوا أن المرحلة الثالثة تشمل تسليم الجثمين وأن كل العمليات العسكرية من الجانبين ستتوقف طوال المراحل الثلاثة